الناس من تنزل إلى الشارع معنات القنوات التقليدية للنظام السياسي لا تعمل بصورة صحيحة وبالتالي ما تقدر توصل مطالب الناس الناس من تنزل تنزل للشارع وبالتالي أكو أخفاق بالعملية السياسية هذا الأخفاق اللي يتمثل بأنه أولاً الأحزاب هي غير قادرة على استعاب الناس ولا استعاب مطالبهم باعتبارها النظام الديمقراطي هو نظام قام على أحزاب السياسية وجزء من وظيفة الأحزاب السياسية أنه تستقطب الناس وتعمل على توجيههم وتقنعهم وبرامجهم وتقنعهم بتوجهاته وثانياً هناك مؤسسات النظام السياسي الطبيعية اللي يتمثل بالمحافظين ومجلس محافظة وبتمثل بمجلس النواب والحكومة طيئلة السنوات طبعاً هاي مو أول تظاهرات 2019 احنا نذكر أول تظاهرات 2009 هاي الموجة الخامسة من التظاهرات وبالتالي وصلت إلى أعلى مستواتها وإحنا نذكر أنه 2010 بدأت في شباطة بالبصرة نذكر أنه إحنا رئيسياً وزراء ومكلفين أخفقوا في أنه نكملون وبالتالي كان لابد أن يبحثون عن وجه بمعنى الدارج العراقي نقول وجه ما محترق مو من الكابينة الحزبية ولا من الكابينة اللي تفضلت بحضرتك من النسق السياسي اللي صار له يحكم أو صار له جزء من الإدارة المرة 18 سنة